السلام عليكم يا شباب. النهارة ان شاء الله احنا اخذ المحاضرة الرابعة. وهي المحاضرة اللي احنا قلنا. اللي هناخد فيها التدريبات على الفعل السالم. او زن الفعل السالم من الوزن الاول لحد الوزن السابع. طبعا املا ما ناخد التدريبات احنا هنقرب كده شوية افعال وشوية افعال دي خاصة بكل وزن الافعال دي احنا هنستخدمها في التدريبات التالية. عندنا نهارة كاك العابي موجود فهقول لي ليه بي على طول. بلان جفار جديل دלף, דפק, זקן, זרם, תמן, יכול, כתב, למט, משח, נזף, סגר, קטון, שחב, שמר, שפח, תלש, תפס, נבדל, נרדק, נגמר, נגנב, נדבק, נדבס, נזקר, נזקק, נטמן, נטרף, נכנס, נמשח, נסגר, נסבר, נפגש, נפטר, נשבר, נזקר, נשלם, נדבס, בצר, בקר, בקש, גדל, דבר, דשן, תגן, תיבל, כיבס, כיבר, ליטב, מזג, בנק, כילב, שיבש, שילב, שלם, שיבר, שקר, תקן, בוצר, בוקר, בוקש, גודל, בורדובר, דושן, תוגן, תופל, כובס, כופר, לוטף, לוקת, מוזג, קולף, שובש, שולב, שולם, שופר, שוקר, תוקן, יבדיל, יגדיל, יגיש, ידליק, ידביס, יסקיר, יזמין, יחביד, יכניס, יחריז, יחטיב, ילביש, ימליץ, ימטין, יספיר, יפסיק, יקליד, יסקיר, ישמיד, ידקין, הובדל, הוגדר, הודגש, הודלק, הודבס, הוסקר, הוזמן, הוכבט, הוכנס, הוכרז, הוכטב, הולבש, הומלץ, הומרד, הומשח, הופסק, הוכלד, הוסקר, הוכמט, הודקן, היזדמן, היזדקן, היטמן, היטנף, היסטדר, היסטלק, היסטלם, הישטבש, הישטבר, הישטטף, יתבייש, יתגבר, יתקטב, יתלבש, יתמכר, יתבשר, יתקבל, היש, 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 היש. دلوقتي يا شباب احنا هنبدأ خدنا الأفعال خلاص الأمثلة. هناخد بها على كل وزن اسئلة كده. طبعا احنا هنا انا نقسم الاسئلة كالقاتي هو كل وزن منقسم الى ماضي مضارع يعني كل حاجة ماشية بالترتيب اللي هو ماضي سم مستقبل سم امر سم اسم الفعل سم اسم افعول سم اسم ضلامي سم اسم مشتق وكذا. طبعا انا عامل ايه? انا عامل كل جملة جنبيها الفعلة هو ما بين قصين مفروض ده الجزء. وهنصرف المفروض في الوزن اللي هو اللي احنا حطيره فيه. وهتلاقي طبعا الترجمة في الجنب والاجابة هتلاقي على الشمال بالشكل اللي انتو شايفينه ده. لما انا هنجي نقرأ كده ونشوفها ات مول ات مول يعني انا انا ماشي ايه? ات همخونية ات ده ادات مفعولية دي اصلا اداء بتيجي لما بتيجي المفعول ده بيبقى معلوم يعني يعني هو معرف يعني والمخونية اللي هي اصلا اللي هي المفعول. توفعل اسمه باهلام ميم اللي هو معناها اوقف. فما انا عايز اقول اه اتمول يعني بالامس. اول حاجة ببص عليها هو الفاعل. بقول حاجة ما جاء هكمل نعمل ايه? ابص على الفاعل. بالفاعل هنا انيه. بانيه ده. وده بالامس يا عيضاء ماضي. بساعتها ايه? انيه? بالامتي ده. الوزن بالشكل ده. تاني حاجة. ادي بيقول لك اسرائيل نقط هنا عال هو معفوض على. هو معفوض هنا بفعل اسمه معناه ان هو انتصر. وهي اصلا اسرائيل هنا اصلا هي كلمة مؤنسة. فتعود عليها الضمير هي. فما اقول طالما هي هاتب اسرائيل دي هي. فهي ايه بقى اه مفوض على في الحرب. معناها انتصر على العرب في الحرب. طبعا هي انتصر. يعني هي مش بتنتصر. خلاص هي انتصر في الماضي. هنقولي بقى جاف را. جاف را. يعني انتصر. وممكن برضو اقول جوفيت وهكذا. ممكن احطها في المضارع عادي برضو هكذا برضو يمفع احنا. اه مفيش اصلا كلمة زمنية وكي. بس انا حطناها في الماضي. لان الجمل نفسها بالعابة تقول لك انتصر. فهنقول جاف را. اللي هي معها هي. جاف را. تمام. هقيم ايه? اللي هتجيب اتها امت. هقيم ايه? وفي فعل اسمه هيهو كاف واللم. هيهو كاف واللم. احنا استغرناها فوق. لايه? معناها يخل. يخل معناها استطاع. هقيم ايه بقى اهو عايز له هل انت استطاع تا ان تقول الحقيقة استطعت في الماضي. يا خلطي يا خلطة. يبقى مع قطاع عشان الضمير هنا قطاع. ساعتها الضمير مصاف يبقى مع انت لها تبقى يا خلطة. طب اللي بعده. ايه? اه 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 ده هو ماشي. ايه بقى اتيال دو. اه اه هو عمل حاجة في ابنه ماشي. شطا اه اه بقى اه بقى اللي هو معناها لما غلط في الماضي. اه لما غلط في الماضي في في الماضي عمل يبقى تعال يبقى ده فعل الماضي. وعندنا دفاق. دفاق دي معناها اللي هو ضاب. فعايزوا اللي هو ضابه. داله كده اللي هو ضابه او زقه او كده يعني. فهنقول اه 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 ايبقى دفاق ات يلدو. دفاق ات يلدو. يعني ضاب ابنه زقه كده. وسفيه دفاق دال فيه كاف. عشان ضميه هو فهتحط دفاق عادي. بعد كده بقى اشتكاد. اشتكاد معناها اصلا العام الا السابق. اللي هو العام اللي هو آآ اللي هو في السنة السابقة. ايه سابقة يعني. ما حصل بقى. هو الضمير هنا هين. هو انا وأوقف كده على طول. هينا يبقى ده ماضي لان هو اصلا اشتكاد يبقى عايز التصريف الماضي مع ضمير يبقى صباح بجبيل. ههي مفخنين من اجل مفخنين اللي هي متحانات. الفاعل يبقى يبقى اشتكاد هن هن عملوا يبقى لان الطميم هن مع الماضي يبقى عندنا ماشي بعد كده عندنا بليلة بليلة اني ايه بمتاه هو عايز انا يحط لك في المستقبل عايز لك سأنام ليلا في السير بليلة اني في اسمه شخاف يبقى انا في المستقبل بقول اشكاف اشكاف التصريف اسمه اشكاف على الوزن افعل طيب ليه على الوزن افعل لان الفيرش خاف اصلا هو فايل مدني لي المعلوم فالمستقبل بتاعه هيبقى اا اا الوزن افعل مش افعول هيبقى ايفعل اشكاف بعد كده عندنا اللي بعضه عندنا شيء معناها عندما عندما دي ليك شيء بكا يعقوف يعقوف هبقى عندما يعقوف لما يعقوف عمل ايه بقى ايه هنا بقى يشكخ اتاا خياف يعني عمل ايه بقى الا يحصل له? معناها هناك فعل اسمه زكان. زكان ده معناها اللي هو الكبر يعني. بيقول لك شعاكوف ايه بقى يعني عايزه يشكاخ الخياف حينسها حياتي. ايه بينك شعاكوف اي بقى يسكن فعل اسمه ايه? برضو فعل زكين. احنا رسه يعلونا فوق. معناها اللي هو الكبر يعني. بس في مستقبة بقول اني يسكن قتات سكنة بيسكن. لك شعاكوف يشكخ الخيوف. همايم. همايم اللي هو المياه. تمام? طب احنا اه همايم هنا تبقى جمع. جمع مذكر. ايه بقى? في البحر. اخر ايه? شفوع. اخر يشوى بعد اسبوع. معناها ايه? ستتضفق او بتجرس البحر يعني تتضفق. بفعل اسمه زرام. وهو عايز يحط ده اخر يشفوع يعني في المستقبل لسه يعني بعد اسبوع. يعني في المستقبل هتقول لي بقى همايم بقى يزرموه. طب ليه بقى ان همايم هنا تعتبر هم بالنسبة لي. انا همايم دي تعتبر هي جمع مذكر. فهتعتبر هم. هم يزرموه. عاواز ان يفعلوه. ادي يزرموه اهي. داني. داني ده هنا. طالما آآ داني. وابقى عامل فصلة كده. اعرفوا ان هنا اعتبر امر. ليه بقى? لان الفصلة دي تدل على الامر. انا بقول من الثاني بان Psalmدة عليه. وابقول له حاجة اتهى الكلف يعني بقول له فعل اللي هو فعل اسمه الثمان. التمن ده معناها ايه? دفنة. فبقوله ادفن الكلب ولا يجب? موتو بعد موتو. فبقول له ايه? اه داني. ممكن اقولها بتقطين. في العبري ممكن اقول عشان لا ده يعتبر قطار. فبقول له اتمونة الكلف على طول. يعني ممكن اقوله اه تكلف. معناها ادفن الكلب بعد طول. بس ده فعل امر عادي. لكن في حاجة اسمها تتمن تحط الفعل في المستقبل فبتبقى الوازن تفعل تتمن معناها اللي هو ادفن اتاكل في الكلب بعد موته اللي هو معناها تفعل الكلب بعد موته وده اصلا ده يعتبر ايه بقوله معنا صح لو سمح تقفل ادفن في الكلب يعني انا بديله هنا صغير تحت رام شوية اتخاق راخيل وهنا مغمر اتخاق ده اسم واحد وراخيل دي واحدة يبقى هم مع بعضهم تمام ايه بحكير هنا اه في فعل اسمه جدل جدل معناها كده مشان انا عايز اقول ايه هنا بقى ايه بيضخطنوا يعني معناها المستقبل بتاعه قال لك ايه وبيضخطنوا وسيتزوجون ايه بقى آآ بعديد في المستقبل عايز اقول ليه يا حيلو السحيق هيكبروا وهيجاوزوا في المستقبل معناها ايبقى ايبقى يضخطنوا بقى فعل جدل ان يقدله كده بقا هيم يبقى يقدلوا هاي نفس اللي انا قلت عليه ميخايل انا بنده لوحي اسمه ميخايل بقول له انا لو سمحت انا دي انا بيجي بعدية على طول يعني من فضلك دي بيجي عطول بعدها مستقبل ماشي انا ايه بقى اتهدلت ممكن انك بيجي بعدها اما امر او مستقبل تمام فانا هنا هحخليها امر ازا انا دي بيجي بعدها امر او مستقبل عادي فانا بقل له انا والاقطة بتبقى امر طبعا فبقى اقل له انا ايه اتهدلت انا مفروض ميخايل ده انا بنادي عليه ده امر ده واحد يعني قدامي فبقل له اه الفعل صجر معناها اقفل بقوله اقفل الباب يبقى صجر سجور سجور اتهادلت اخيل انا بندها واحد اسمها راحية بقولها ايه اه اتها الشقورين شلاخ بقولها زكري يبقى يبقى الفعل اسم ملمط مع ات في المستقبل ما طبعا في الامر اصدى فبقول لم دي لم دي تبتيجي واحد تقول لها او واحد ينفع او التلميدي صح انصح هنا برضو تلميضاي تلميضاي انت واحد بينادي على التلميذ بيقول لهم اتا الشقور اتا الشقور ان التلميضاي هنا بيعود معا عليها مذكر ومؤنس مع بعض فهم هم طبعا في التلميضاي اللي كدفو اتا الشقور لقلده مراي مراي معناها والدية يا ابو يا وامي الباب ده هم طبعا اللي هو قد توم يعني عنتم وعشان يعود عليهم ضمير انتم فايه اه 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 الامر اللي بيعود على انتم طبعا الفعل اسم متفاصل. فبقوا لقى ايه? قلونا اصمحت امسكوا شنطتي. تاني. يبقى هنا بقى امسكوا شنطتي. هقولها ازاي تفسو. تفسو يعني امسكوا. شنطتي. ماشي. بعد كده عندنا. تلميض طاي. تلميض طاي. ما معناه يا تلميزاتي. طبعا ده هنا تدل على الضمير التن. فالتن هنا اه انا حواجه لهم فعل اسم الكتاف برضو. بقول بقى طوفنا اتشيقو. طوفنا اللي مع التن بقول طوفنا. تمام? اللي بعضو. اه احبا بيقول ايه بقى هيمقط ايه بتا الشؤور? هيمقط هل انتي بتقطب وعايز اقول له كده هل انتي بتكتب الدس? هل انتي بتكتبين الدس? هيمقط كوتيفة تا الشؤور? ده هنا فعل. ما شاوين فهل هيمقط كتبت تا الشؤور بقى ده صح. انا بس بكل خمس جمال بتعود على زمن معين. بقى هنا اخشاف. هي هي ايه بقى? اطور بي اه يوفيها. معناها هي ايه? هي الان هي ايه بقى يعيز مثلا هي دلوقتي بتسحبه او بتكذبه بجمالها يوفيها. طبعا اه اعيز اقول هنا فعل مشاخ فبقول هي مشاخت مشاخت اطور بيوفيها. بقى عندنا اه لما اتن ايه او تي? لما اتن نصف ووت او تي? ليه لانا اتن يعود على يخضر? اللي هي رابط? فرابط دي بقولها نصف ووت. نصف ووت. ماشي عشان انا ده بقول برضو فعل المبارع. اللي هي معناها انتم بتلموني ليه? ماشي. لما اه اللي هي فعل اسمه لازف معناها لما. ماشي. بعد كيه عندنا اتن ايه? اتها خانوت شلاخم. هو فعل اسمه صجر. اتن يبقى مع اتن اللي هو طبعا ده الفعل اسمه صجر في الاسم الفعل. بقول سجريم اتها خانوت شلاخم. لو ولا 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 ده صغيرة سواء. بلون انتم تقفلوا المحل بتاعكم ولا? بعد كيه ايه لها تجيب اتها امت. هي طبعا مع اه طبعا اسم الفعل بقول يخلاء. يخلاء يعني هي تستطيع ان تقول الحياة. طب هنا يخلاء ليه? المعناها هي مع هي. ويخل على الوزن بعول. وبعول ده اصلا احنا قلنا الاسم الفعل بتاعه يبقى على الوزن بعول برضو هو اخشاف. كلمة اخشاف معناها الان. ايه? بيقول لك هدلت ايه? بيقولي الان الباب مقفول مغلق. وانا مش هقد انا مش هدخل. يبقى اخشاف هدلت سجورة. سجورة. يعني دلت هنا اصلا هي كلمة مؤنسة. تعود عضلية الضمير هي. هبنك. هبنك اه هنا بعايزين برضو اسمها فول. هبنك ايه? بليلة. عالبي دي هاشوتير. هو ما عايز يقولي البنك بيتحرصها الليلة او محروس الليلة او ما اه يعني عليه حرصها الليلة عن طيب بواسطة مبقى شوتير. شوتير ده اللي هو الشرطي. تمام? فطبعا هبنك يبقى 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 رسمه شمر بس عايز يخليه محروس او محروس يبقى شمور. شمور آآ بليلة على يدي هاشوتير. البنك هنا تعود عليه الضمير هو. اللي بعده. الشئورين اللي هو معناها الدروس. مفروض هنا عايزين نقولي الدروس مكتوبة في المخبرة اللي هي معناها بمخبرة اللي هي الكراسة. يبقى دروس مكتوبة في الكراسة. الشئورين. هنا الشئور اصلا جامع مزكر. جامع مزكر. لما نجمحة شئورين ببقى جامع مزكر. فتبقى هدف ايه? محصف على يدي هيلت. هدف الفيال اسمه تلش. تلش معناها اللي هو نزع قطع. لما انت بيطيق على الوقت من الكتاب او كده او من كراسة. بيتبقى اسمها تلش. تمام? او ما انت بشيء وقت من نتيجة بقى تسمع تلش. فهدف ايه بقى تلوش. ان بصلا مدخية. مزكر. فهيبقى تلوش. مئة سفر. معناها منزوع وما مقطوع من الكتاب. عن طريق عالي دي هيلت. اللي هو يبقى تلوش. هجال نفوت. معناها اللي هم الحاميات. اللي هو البنات الحامية يعني. ايه? بيتها كلا. ما هو عايزين نقول مسلا البنت الحامية في السجن. ايه في السجن? يبقى هنا اه عايز نقول له ممسوك او مقبوض عليهم. اه طبعا هيبقى يبقى تفو صوت. الفاس متفوصي يبقى تفو صوت. ماشي موجودين في السجن كده يعني. هنا بقى عايزين هنا بقى مصدر لامي. في فاسم شخاف. عايزين نقول انت نام. اه مفروض يبقى يبقى الوزن بقى مفروض هنا لش كوف. الوزن ليه فعول. بس هنا في حالة شازة بتقول لك الفعل الشخاف بالذات والفعل الوحيد. المصدر لامي بتاعه بيبقى بيبقى بالشكل ده جماعة. اللي انا مش هو عادي دوقتي. ماشي. ايه اللي بعده? ايه كمان? هشوت ريم هي خليم ايه? اتهابانك. الفاس مشامر. بقول لك الشرطة تستطيع ان تحرص. يبقى ان تحرص يبقى هنا يا خلق اديفان بيجي على طول بعديه. بعد الفعل مصرف بيجي ايه? بيجي مصدر لامي. فهتبقى ليش مورد. ليش مورد. ماشي? هيلدر له البنت اللي لم تريد. ايه بقى? اللي هو ايه بقى الفاسمه شفاخ معناها اللي هو اللي يضلق او يسكب. ماشي? هو اقول لك ان البنت اللي لم تريد ان تسكب او ان توقع وتسكت ايه بقى العصير. الفاسمه شفاخ في المصدر اللامي برضو. يبقى ليش فوق? ليش بخ? ليش بخ? طبعا هيزول لكم على حاجة. هو برضو الفعل هنا ايه? اه بيبقى لما في قاعدة بيقول لك في اللامي. ازا ازا جاء الجملة عشام لفعلين. فعل المفهوض يتصرف. والفعل التاني هيبقى مصدر لامي. طب ليه مصدر لامي? يعني الفعل الاولاني هو يعتبر فعل مساعد. تمام? زي كان وبيجي بعديها آآ مصدر في الانجليش. فمسلا ان كان بليه وكما قلتش كان بليس او كان سبليه والكلام ده. ميخايل اسور. بخايل انا البنادي عراحة اسمه ميخايل. فبقول له اسور ممنوع. ممنوع هني اعتبر مفعول برضو. المفعول هو اعتبر فعل يعني. فاسور يبقى اسور اتهانيار. فبقول له انت ممنوع انك تقطع الواقع. يبقى اسور لتلوش. لان برضو عشان ده فعل برضو مصرف. فبقى الفعل اللي بعده هيجي آآ مصدر لامي بقى لتلوش. اللي بعده عندنا بباكشا. بقول لو سمحت بباكشا. طبعا بباكشا دي بيجي بعدها برضو من افعال من التعريض بتيجي بعدها مصدر لامي. فبقول من فضلك آآ الفالس متفاص بقول لتبوس لتبوس معناها امسك ات هخطوش الشرخة. معناها امسك القطة بتاعتك. هنا برضو بقول ايه? آآ في مصدر اسمه كتاب. وبقول هنا خاشوفا ميقود خل ادام. طبعا كتاب يبقى احنا عايزين اللي خاشوفا يبقى عايزين هنا اسم. اسم من كتاب يبقى ايه? يبقى هاك تي با. يبقى الكلمة هاك تي با. لمعناها الكتابة خاشوفا ميقود خل ادام. ايه مش عاسيتي بالامس. آآ انباح بالامس بالليل يعني? عاسيتي عملته ايه? اتسلها وفي. الفعل اسمه بادك. بادك ده برضو عايز يقول لك آآ عاسيتي لفضوك لا ما ينفعش. ما عايزين اعملت ايه? عملت فحص. والفحص اصلا من بادك اسمه الوزن بعلاب. هنا عايزين كل حاجة اسمه مشتق. يبقى عندنا بادك. برضو عندنا اللي بعدو يشلى ماشي ايه? كلكخ يا فيه. الفعل اسمه مشاخ. وعايزين مشاخ معناها جذب. لكن جاذبية اسمها مشيخاي. يبقى عندنا ايه? مشيخال اللي هي الجاذبية. اللي هي جاذبية جديدة يعني. اللي ماشي عايزين نقول الفعل يا خول. آآ هنا لعفود يوتير هيوم. انا ما اقدرش ان انا اشتغل امراض اكتر. طبعا في اسمه يا خول آآ يا خول او يا خالدة. طبعا الاسم مشتق بتاعه هو مش اي خلاد. هو اصلا اسم مشتق يتحفظ اسمه يخلط. يخلط. لي تتحفظ زي ما هي. معناها اللي هي استطاعة او كدرة. ماشي. اه يوتير هيوم. طبعا هتقول لي هنا ايه اللي انا حطيت في خلط. ما مفعش احط اي فعل تاني. هبقى ان لي يا خلط. ما مفعش ليس لدي ايه بقى كدرة. اللي بعده عندنا آآ بلم. آآ بلم ده طبعا احنا عايزين ان احنا عايزين اسمه مشتق فهتبقى آآ بليمان. بليمان اللي هي معناها اللي هي الفرملة. فعايز اقول لك ايه. قالك ان الفرملة فرملة السيارة سهلة جدا. انت ما تيجي الفرملة السيارة تبقى سهلة يعني. فهتقولها ازاي? هتبقى بليمات. بليمات همخونيت. تبقى ان هنا بليمات وحطينا حولنا اتي هي الاخيرة دي اللي بتخطف. ليه? علشان علشان عندنا المخونيت دي اضافة للكلمة. فهتبقى بليمات همخونيت كلا ميوت. ده كده الوزن الاول. بعد ما خلصنا الوزن الاول نطقوا على الوزن تاني. في عندنا اما عايزين برضو في الماضي اول خمس حاجات. اما ده طبعا الضمير هي. فهينا الفعل اسمه بدل. طبعا الفعل اسمه نيف دل نبقى معناها اتفصل او تختلف او فصل كده يعني انهم اختلفوا مع بعض اا من اا من اا يعني اختلفت عن ابوية ابقى بتخنط شلالة في صفاتها يعني ازاي اختلفت يعني فهنقول فعله نفدل فهتبقى اما فهتبقى في الماضي هتبقى نفدلاء نفدلاء اتمول انو انو ده ضمير نحنو مع انو في الماضي. يبقى يبقى اا فعل اسمه بدك عايزين نقول يبقى تم نفحصنة. فعل اسمه نفدك يبقى نفعل نفدك تم نفحصنة. وانو يبقى نفدك نو تم نفحصنة ببيتة خليب في المستشفى. زمانها مفخن وفعل اسمه جمر. ونجمر معناها سيئا لو انتهى يعني. بس زمانها مفخن. زمان دي اصلا ده طبقى مفرد مذكر. فهيبقى نجمر. ابقى مش تاي داكوت. مش تاي داكوت يعني انتهى من دي تاني. شهايتي باوتوس. ما كنت في الاوتويس ادي باود ده دول عماضي انها هيتي اصلا ده فعل ماضي. اللي حصل بقى ليه ارنك. هو عايز يقول ان هما ساقو اه ساقو الا ارنك اللي هو المحفظة بتاعته. وجنف لما قولك مسلا ايه? ده هما اه في اسمه جنف معناها ساق. لما قولك انيق ونيف ودخام معناها انا بساق. حتى اه هم جنفو ودخام معناها هم هما ساقوك. لكن لو هما عايز اقولك هما جاءنا اغساقوا منك شيء فبقول جنفو لخاء ات كذا. هيبقى هنا بقى هيبقى جنفو لي اتها ارنك. طبعا هتقول او نجنف ليها ارنك. عافية ام تقول جنفو لي اتها ارنك. او ممكن اقول نجنف ليها ارنك. معناها ارنك برضو اتساء مني. الاتنين صاحبات. ده وزن اول وده وزن تاني. هايم ات. طبعا ات هنا. هي مفاد مؤنس مع مع انتي. ماشي? الفعل اسمو دفاك. ماشي بقى هي مقد نتبكت بنجيف كورونا. معناها هل انتي نتبكت تم رصبتك بنجيف كورونا اللي هي معناها في بمرض كورونا. اه. هالسفر ايه مخر باسفية. الفعل اسمو دفاس يعني نحط في نفعالي بقى نتباس. معناها اللي هو تم طبعاتي. فهي بقى هالسفر يدابيس مخر باسفية. هنا بقى هالفاي شيء ايه? هنا بقى بحط مفروض هالفاي بعدها انت بحط المستقبل. هالفاي بعدها شيء بعدها تحطيها المستقبل. فهيبقى هالفاي شيء ايه? بموقيت بموقيت مفجاشي لمخراط. بقول لك اتمنى انا تذكر بموعد لقائي غدا. المفروض مفجاشي بقى انا. يبقى هالفاي شيء ازا خير. ازا خير. ازا خير. تمام. هتلمي دوت. آآ مفروض اللي انا عايز له كده. اللي هو سيحتاج الطلاب للمزاكة الامتحان. ما عايزه اللي بقى هتلمي دوت? يبقى هنبقى نسكاك. وسيحتاج يبقى يبقى تيزا كيكنا. طب ليه تيزا كيكنا? انه هنفعل ومع تلمي دوت. وفي المستقبل مع هين هيبقى تيزا كيكنا? او يزا كيكو. اللي اتنين صح. ان احنا دلوقتي يخلي بالكم آآ ينفع وده اصلا الطريقة اللي احنا ممشي عليها التقليدية. عشان هما تلمي دوت. وده اصلا آآ يعني مستقبل. وممكن نقول برضو يزا كيكو. برضو صح. ليه? ان دلوقتي حاليا بقوا يستخدموا المستقبل مع هين وهين واحد. ومع قتن وقتن واحد. تمام? دي برضو ملحوظة مهمة. فيبقى تلمي دوت يزا كيكو. للموض بشيلها مفخن. ولو لقيت برضو ينفع ودتي ازا كيكنا. والاتنين صح. اللي هو من اجل الامتحان. اللي بعدو هنسيها منوخ. معناها الرئيس آآ الراحل. ماشي ايه عايز اقول سيطفن. يبقى بنيت من. هيبقى يطامن. يطامن معناها سيطفن. اخيها البيارة. البيارة اللي هو معناها الجنزة. انا بتمني او شلو ليتاني معناها. بتمنى او ليتاني. ليتاني ايبقى لم يبقى شلو علي دي هقريب. بقولي بقى انا مش عايز ايبقى يتم طراسي الفن اسمه طرف. فيبقى اني طرف. انا اتمنى انها ما يتمش فطراسي ما تدكلش عن طريق الاسد. يبقى شلو التاريف ده في المستبع. شلو التاريف ده في مستقبل. طبعا ايه? علي دي. انا. ايه بقى دي اللي هتخيل اتها شئور. ايه بقى انا. ايه بقى هكانيس. انا هكانيس. بتقوله طالب مسلا داخل فتقول له لو سمحته دخل هكانيس. دي اللي هتخيل اتها شئور. هنا بقى بقول ايه بقى بقول الواحدة تذكري بكل معلومة من اجل متحن الخاص بك. بقول انا اه بخل ميدا دي معنها ميدخان شلاخ. داني وسارة. داني وسارة. هنا مع اصادي قتم هو الفصلة دي. بعدها قتم. اللي هدعوه طبعا قتم يعني. فبقول لهم حاجة بالامر طبعا. الفالسمو الباجاش. بقول له هايوم بتشعر. بقول لهم يبقى اتقبلوا النهاردة الساعة تسعة. يبقى ايه بقى? هي باكشور. هي باكشور. قبلوا النهاردة الساعة تسعة. بعد كده عندنا. اخيل بنوعها. دول اتنين. بس اتنين دول بنات. ماشي? فهقول ايه بقى الفالسمو اه بقول ايه بقى سونيء الخن. سونيء الخن. يعني انا بقى هكوم. ايه بقى الفالسمو اه نفطر. مات. فهقول لي بقى هي ببطرنا على وزن النفعال زي هيكا نسنا. معناها موتو. شلومو بداني. ده اللي اتنين رجالة. فالفالسمو كناص. هيبقى نيخناص. معناها دخلها. في وزن النفعال. فهابقول لهم ايه بقى هيكا نسو. لما يصرب. معناها دخله للمكتب ده. اذيخة. كل واحد انتهابوك مات وانت سيبتو. اه ده صحيح ولا لأ. الفصلة دي معناها ليس كذلك. فهنا بقول اه بطر هيبقى نفطر بيموت. هسخوخيت معناها الازاز. علي دي هيلدين بواسطة الاولاب. معنا ايز اقول ان دي كسرت ان هسخوخيت هي مؤنس. فهيبقى هسخوخيت. نش بارت. علي دي هيلدين. هبقى اجتم. ده هنا الجامع مذكر. فايه بطر هقفو ده. او عايز اقول لي بقى ايه تميلة او تم انجزاء او جهزة في مركع العمل. فبقول ايه بقى اه نش لميم. نش لميم. ماشي? انو هلوزن فعل مع اسم الفعل. هنا راح كده هاديرة برضو عايز اسم الفعل برضو. علي دي ريخ دين. الفعل اسمه سخار. وعافكة هي بسين مش بشين. هي سخار معناها اجارة. نسكر معناها اه الليها تم تأجيره يعني او اجارة. فعايز اقول نسكرت. الليها بتتأجر علي دي وريخ دين بواسطة المحامة. هيش فلوط ربوت. يعني في مرضى كتير. شي ايه? ميكورونا شي نفتاروت. بعد كده هو امور بقض شفوع. هو امور طبعا امور دي اعتبر اه فعل مصرف. فطالما عرفنا ان فعل مصرف بيجي بعدي المصدر اللامي معناها امور معناها المفروض اللي هي بباطر. اللي هي بباطر معناها اه اللي هو ان يموت. هنا بقض شفوع بعد اسبوع. هابريك تصريح تصريح بقض فعل مصرف معناها يجب ايه بقى? ايبقى لهي الشالم. معناها ان يجتمب. ايبقى هنا مصدر اللامي هيوم. بن يمين بتقولوا واحد يا بن يمين. اللي حصله بقى ااو اي ايبقى لهكا نس. قا دي بيجي معناها من فضلك يعني زيها زي بيباكشها بالزبط وبيجي بعدها مصدر لاني. بعد كده عندنا طبعا لو لا لولام معناها ابدا لم اريد. يبقى لخار. يبقى هنا معناها انا مش عايز احتاج لك ابدا يبقى بعد كده عندنا افشار لخار. هنا افشار لخار. اه هنا بقى برضو افشار. سيبك من كمة لخار دي الشيء اللي خار دي معناها يعني يمكن لك سيبك كمة لخار فيعتبر افشار. افشار دي برضو يعتبر ده معناها ممكن. وبيجي بعدها برضو مصدر لامي بقى افشار لخار. لهي الشابير معناها انت انكسر امتي البول. بقول لواحد انت ممكن تكسر لو وعت. ماشي? اللي بقى عدو بقى. اه الاسم احنا عايزين هنا بقى في الاخر جمل دي اللي هم لخمسة دولار عايزين هنا اسم مشتق. فبيقول لك هاس هو فيت. ماشي? اه علولوت لهزيك لام. معناها ايه? اه هشافوت. هشافوت هشافوت. يفعل اسمه منشبر. اه عايز اقول كسر الزجاج. هيعمل ايه? ممكن يدرر. فيبقى هشافوت. اه هسخيد علولا لهزيك لام. اللي بقى. في الفعل اسمه نفطر. يبقى عايز اقول هبطوت. هبطوت اللي هي معناها موت. يبقى هبطوت هبطوت معناها الموت الخاص بيه. طبعا انا قلت هبطوت ليه? لان كلمة ده طبعا اه هي يعني خاصة بها. لا خاص بها. دي بيجي بقابليها الكلمة اه معرفة. عشان كده قلت هبطوت شلا. يبقى هشبيع علي يا ايه? اللي هو معناها موته قصة عليه بالحزن او بالكآبة يعني. هيا لو كان لديه. وعايز اقول دفاق يبقى عندنا هي الدكوت معناها اصابة. بكورونا اه بايه? مش هنال. مش هنالي معناها من ساق. يش لو. يش توح يزين بضو اس. يبقى عندنا ممكن اقول بيجي شا. زي الوازن الاول ممكن اقول هي بكشوت معناها اللي هي اه اللي هو معناها الاجتماع. يبقى امها نهيل. بعد كده عندنا اه هي المشهوط. يبقى اسمه المشاخ معناها استمرر. هي المشهوط معناها استمرارية هصفها العاصفة تفجع بانه. معناها هيترغينا او ساترغينا يعني. اللي بعده. عندنا بقى الوزن بعيد. هخاك لقيت اللي هي الست المزارعة. ايه? اتها بيغط ببكري. معنا الفعال اللي عايز اقول ايه? تحصد. الفعال اسمه فيبقى في الماضي بقى بيتسرى. طب ليه بيتسرى? هتلاقيه بتعود عليها الضمير هيت. هنا بيتسرى تبقى بيغط ببكري اللي هو النهاردة الصبح. اني اتسل هرو في اتمول. معناها انا بفعال اسمه بكر. بكر اتسل معناها يزور. او يوح للطبيب يعني. اني بكرتي. بكرتي معناها زورته بالطبيب بالامس. هذا هو ماضي. بعد كده عندي برضو هايم. يعني بقول هل ات زخو زخيو تاخن منها نسيه? الفعال اسمه بكاش. بقول للناس هل طلبتم حقوق كنا من اه الرئيس? طبعا زخيو تاخن دي اخرها خن يبقى الضمير التن. يبقى يبقى بكاش تن. بكاش تن. يبقى انا طلعت الضمير من الكلمة زخيو تاخن. خن دي ايه خن دي بتعود على الضمير التن? ده تعتبر كلمة مجموعة. وبعدها مضاف لها الضمير الدن. بس ده ضمير اضافة. اللي بعده. انا انا باشتي. بقى نحن. انا ومراتي. بقى احنا نحن جميع مذكر طبعا. ات هيلة ديم هي تيفي. بقى ايه بقى اسمه جدال. بقى معناها بيكبر يعني او بيا ربي. بقى هنقول جدال نو. اللي العضو. سارة. واحدة اسمها سارة. انا اه بنادي عليها. وبقولها ايه بقى ام اما شلاخ مع امك. مش يعني بالامس. بقولها ايه? ايه? ايه اسمه دبير. اللي هو دبارت ام اما شلاخ. هل تحدثت مع والدتك عني بالامس? ها ايه كريم? اه 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 حريط سبا مخارج. فالحين اه هي سمدوا يداش نو. على الوازن يفعلو. هي ات هده 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 اخري هده سورايم. في اسمه تجين. تجين معناها الام. بقول هي هتقلي السمك بعد الظهر. فهقولي بقى اه بقى تتجين. فعلا في المستقبل مع الضمير هيل. بها كلا عندنا اني اه بخا. بقول اني. يبقى اني عطول في المستقبل. يبقى اني اطبيلي. في اسمه تبيلي بقى اني اطبيل بخا او بخ. اخري هنسوين. ولا انا هتمي بيك بعد الجواز. يقيل. انا بقى ده يعتبر اه امر بس هو ايه? امر مستقبل يعتبر. اتخب سي. امين شي. امين شي. بحط بعدها دايما مستقبل. فبقول ايه بقى عالكل هاي اه ليه هايهو دي. بقول ايه بقى الفيال اسمه كبير. فبقول امين شي. تكب تخبر. عالكل هايهوديين. فلا اسمه كبير معناها غفر. بقول ايه يا رب بخفر لكل ايه اليهود. يا رب بخفر لكل اليهود. الجملة بتقول كده. وامين شي ده اسلوب دعاء. دايما نستخدموه لما الواحد يدعي لنفسه او كده. بيقول امين شي. وبتكمل على طول. اه اللي بعده بيحط بعدها مستقبل طبعا. هنا واحدة بتندع على حبيبها. بتقول او في حبيبي. انا لطيف. وفنك قطي. معناها دلعني ودلمني. لطيف معناها داعبني يعني. خضر راي. خضر راي واحد بينادي على صحابه. بيقولهم يا خضر راي. يا صحابي. بيقولهم يا رجالة. ده قتم يعني يعني يعتبر. اه اه ات هاتير اه لفني هاشتيار. بقول لهم طبعا ايه? بيقول لهم يعني قلبوا الشاي في اسمه مزك. فبيقول لهم ما زجو. لها معناها قلبوا. اذ هاتير افني هاشتيار الشاي قبل قبل الشرب وكده. دانيلا واحدة اصلاس ابنها دانيلا فبيقول لها اه دلعي ابنك شلاخ. او اتها ابن شلاخ. بقول لها ايه? بنكي. بنكي. فقال اسمه ابنك. بعد كده هنا اتها طبوز لفني اه شيء طخلنا. الشرط. طخلنا دي ده فعل اخل مصرف مع التن في المستقبل. فبيقول كلفنا معناها الشور. كلفنا اتها الطبوز معناها الشور بطوءان لفني اه شيء طخلنا. بقى كده عندنا الفعل اسمه بقول لك اتها سلولايشلي وبقول ميخايل. هنا ابنك كده بنادي على واحد اسمه ميخايل. فبقول له ايه? اه بقول له تكين اتها سلولايشلي ميخايل يعني اصلح الموبايل بتاعي يا ميخايل. فصلة دي معناها ايه. هنا بقى بعد كده بعد ما خلصنا الامر ناخد بقى بعد كده الاسم الفعل. تميد انيه. بين همتسيم بقول له بيقول له انا دايما بخلط او بدمج بين العصائف. بقولي مشال ليف. مشال ليف. تمام? هنا همشكا فايم ات هرقي ايه. انا شبه شفيا اسمه شبه شبه ايه? همشكا فايم ده اصلا اه جامع مذكر. فحقولي مشاب شيم. مشاب شيم. بكل نوع انو. بكل نوع انو. نحن. بنعمل بقى مش هالمين. بقول هاتسجا. ليه بقى مش هالمين? لان انو مع اللي هو طبعا انو. مع مين? اه مع اسم الفعل اللي هو يعتبر ربيب. يعيلي. واحدة اسمها ايه واحدة اسمها شارون. دول اتنين ستة. فبقولي بيحسنوا ايه دا ات. صورتيهن معناها لغتهن. طبعا اه هندي اهي السلفوات ايه هندي? اخيرا ايه هندي? اتعود على هن فعرفنا على طول يبقى مش هابرود. مش هابرود. فاسمه شكير يعني بيحسن. اني خشب انا اظن. شي قطر. قطر ايه بقى? فاسمه اه شكير معناها يا كذبة. ايه بقى مش هكير ليه معناها انت بتكذب علي. فاسمه شكير بيجي بعد حرف الجر لام. ما بيجيش بعد حرف الجر عل زي العربي وكده يعني. معناها تكذب عليها يعني. هامونيت كلمة مفادة مؤنسة. بيقول لك هامونيت ايه? هكا الكلمة معناها عطلت. معناها التاكسي المتصلح. اه عطل مرة اخرى. فاسمه تكين. اسم المفروض بيبقى توقن. يبقى هام توقينت. هام توقينت. لان ده اسم المفروض الخاص بفاة تكينة. معكنات تضع لقيل. اه شباناي. الحمد لله. ان ابنائي شباناي. يبقى كاموني. يبقى هنا بقى الفاس مجدال. معناها ربا. هنا عايز اقول متربيين زي. يبقى يبقى مجدالين كاموني. اللي بعضه. زيتوفر نولة جيد. يبقى اه يعني هنا بقى يعني عايزه كده. يعني انا احبه يعني. كلمة يعني مدبار. مدبار. كلمة فالدبير. لما بيجي فوزن ابو عال هو دبار. لما بيقول كلمة مدبار كازا على طول. معناها يعني انا. يعني انا. اي انا. فهنا مدبار. اه يعني هزيتوف هزا جيد. ده يعني ان انا بحبيته يعني. هترنيجولت شاخنو هيطا. عايز اقول بقى ان الفارقة اللي احنا اكلناها. كانت ايه بقى اه مقلية. عايز اقول بقى ايه? ميتوجينت. لان ترنيجولت هي كلمة مفاوضة مهنسة. لان اخيرها سيجولت فهقول ساعتها اه شاخنو هيطا. حتى هنا كلمة اخر مهنس هيبقى متوجينت معناها مقلية. معناها الصديقات دي. ايه بقى املو التفوت. عايز اقول دايما. اه وعا كده اه هو عايز فالس دبير ده واتاخ. تمام هيوم. لو عايز ولا انا عايز اتحدث معكي اليوم. فبقى لدبير اتاخ. ماشي. مصدر لامن. ده فعل المفرف. ايبقى عادي هيبقى فعل في مصدر لامي. ده ساعري هي خلاة. بالاسف هي مريضة. نا يعني من فضلك يبقى عندنا عايز تقول ايه? من فضلك زورها. نا لفاكيرتسلا. لفاكيرتسلا بيجي بعدها اديها زي بيباكشها. ونال اللي بيجي بعدين مصدر لامة هيبقى لفاكير. بعكين عندنا نا طبعا مصدر لامة على طول ليفاكيش. ماء با شل اهشي لخ ايتانو. من فضلك طلوب من عابا من الاب من ابوي يعني ان هو ييجي معنا. واحد جناد على واحد اسمها اهوفا. ولي ايه? يبقى اللي بيجي بعدها على طول فالي هو مصرف يجب علينا على طول مصدر لامي. هو مصرف يجب علينا مصدر لامي. معنى عايزك تخسلي هدومي. الوهيم يحب ينادي على ربنا يقول له على بشاءي. معنى اخفر زنوبي. او كفر عن زنوبي. يبقى لخبري. ينفع اه كبير. او ينفع اقول ليه خبير. ما معناها لو يا رب لو سمحت اخفر زنوبي بل ليه خبير قلبي شاعي. هما بقى عندنا في السؤال بعده. بقول الفعل اسمه بكير. فعايز اقول بكور ليه معناها الزيارة المتحف سهلة جدا. فاقول بكور هبكور بمزيقون هيبقى مقود مولاه. بكور هي كلمة مفارضة مذكرة. فبحطها لما بحطها في الاسم هنا عشان تنتي معنا للجملة. فاقول هبكور. طب ليه هنا هبكور? لان الكلمة بمزيقون معناها عايز اقول زيارة المتحف. فهنا ما ينفعش بكور بمزيقون يعني اللي هتبقى الاتنين مش معارفين ما ينفعش. لازم يكون واحدة يكون معارفة عشان تبقى زيارة المتحف وها كزا. مش تضيل لمعنى دايما بقى ابزي الجهد من اجل ايه? او دايما بيبزي الجهد مش تضيل معناها يبزي الجهد. ايه بقى اللي معنى? ويبقى صفاتور معناها لغته. اللي هي صفاتور صفا وتور اللي هي معناها صفاتور. ابقى لغته. معناها ايه? اه ده اللي معنى? شبور من اجل تحسين شبور صفاتور. لاتسعاريه معناها للاسف. اه هيبقى الفعل اسمه التكين هيبقى التكون معناها تصليح حمخونية ايه في شريق مصعب جدا او مستحيل. هنا بقى بعد كده هيلدين. يبقى هنا بقى الجدول معناها ايه تربية? ما كده عايز فيه اسمه مشتق. فيبقى الجدول هيلدين معناها تربية الاولاد وهيعد هخشوف معناها هي الهدف الاساس. يشري لدي بقول ايه بقى برضو نفسي بتسير لهم معناها حصلة ده. بعايزة اقول هابيروت. المدنب مجول من الجمل السابع يعني. هابيروت اللي هي الفكهة او السمار. طبعا دي جمع المؤنس. فبقول بوتسو. بوتسو يعني تم كفاء علي دي خاقلايب ببكر بواسرة المزارعة في الصباح. بعد كده عندنا اتمول هاموزي اون بوب الامس المدحف. حصل له ايه? علي دي هتلمي دي. الاقتصاد دي معناها علي دي. بقول لها هتلم عندي. يبقى عندنا المرحف يبقى ايه بico بكريع ثمات زيارته. بعد كده هنا ايه علي دي هاخد ايه ليش؟ عايزة اقول ايه بقى هو مفروض transfالسم تب بيل. فعايزة اقول بقى اللي هو آآ تم الاعتناء بيه يبقى عندنا تبالتي. علي دي هاخد بقى ايه لي معناها تبالتي معناها تم الاعتناء بيها. هينفعها؟ هي باقول تبالة التي تم الاعتناء بيها. وينفعها طبالتها. ينفع هنا كزا جملة عادي بس هي طبالتي لان انا في الجملة من ابني المعلوم فوق كانت معمولة مع اني. هسخيط معناه الحقوق. طبعا انا اول حاجة ابص عليها هنا هنا في فعل لا يابلك الحقوق مهنسي من رئيس علي دي هعم معناه على بواسطة الشعب. يعني الحقوق تم طلابها على بواسطة الشعب. يبقى عندنا بكيش هيبقى سخيط يا جامع مؤنس مع هين مع هين طبعا فهيبقى بوك شو. بوك شو. تمام? هي طبعا ده هنا هنا يعتبر لا بالفعل. علي دي بواسطة بعلاء. بواسطة آآ زوجها. اخر هي خطونا. بعد يبقى الزواجة او الزيجة. اللي هو الجواز يعني. فعايز اقول بقى معنا صح اللي هي الفعلة بالنيك فعايز اقول لك هي تم تدلعها وتم يعني هي بتتدلع. فهتبقى يبقى بنكار. بنكار تم تدلعها عن طيق زوجها يعني. بنطاي. بقول بنطاي معنا بناتي. ابقى كمو شئردسيل. الفعل اسمه جدال بقول البناتي هيكبروا او يعني هيطربوا ماشي آآ زي ما انا عايز. قمنا بنطاي ابقى تيجوا الدانة مو شئردسيل. مخار غدا. هنا هريدسي بقى لمعن هخاك لقوت. الفعل اسمه دشين. بقول غدا الارض دي هيتم تسميدها علشان ازرع. فهتبقى ايه بقى? تدو الشان. تدو الشان هريدسي بقى. معناها سيتم تسميد الارض علشان ازرع. طب ليه تدو الشان اللي هيطفها على للي ما فيش فعل هنا. فهنحط على طول الفعل في المبنى المجول اللي هي الارض هي اللي هيتم يحصل فيها كزا. هنا بقى بقول ايه? معناها التفاح. اللي هيحصل له. اللي هو عايز اقول سيتم تأشيه بواسطة يا عليها دايبها عندنا. التفاح هو اصلا جامع مزاكة وعايز احطه في المبنى المجول. فهيبقى يكل فوق. بعد كده هنا بقى ريض خال معناها رقيتك ام تتعلف ازا اه يعني ايه اغمى عليك. بقول ايه عايز فالس مش بيش. فعايز اقول ان تشباش. معناها عايز اقول ايه? ان رقية بتاعتك هتتشوش كده لما يغمى عليك. فهيبقى تشباش رقية خال اه ام تتعلف. طب ايش معنى تشباش رقية خال? طب ان الكلمة رقيقة اصلا هي تعطبق الفاعل عندي. فهتبقى تشباش. سيتم تشوشها. معناها سفات خال. سفات خال معناها اللي هي ايه? اه اللي هي لغتك. ماشي ايبقى ام تأزين اه هاربين. معناها ازا سمعت تدير. معناها ايبقى سفات خال. هيحصل لها ايه? تبقى الفاعل اسمه هيبقى تشبار. سيتم اه تحسنها الصفار اصلا هي كلمة مفادة مؤنسة فهيبقى ايه تشبار. ماشي? طب ايبقى هتعامل معاملة هي. انت للصفار هي تعامل معاملة هي هنا. ببكر في الصباح. انا بشيش. اني كام. معناها هيبقى الفاعل اسمه زي ما انا قلتها بكده يا جماعة. بحطه في وزن اه اه بحطه في المبنى المغول مع اسم الفاعل او يعني اسمه فولي اعتبا فهيبقى معناها ميدبار. يعني مقول لك ايبقى بكر يعني بالزبط او اي انا او في الساعة كزا يعني. لو انا مقولي يعني كزا مسلا او احضر حاجة معنا يقول ميدبار كزا. ميدبار كزا يعني مسلا ميدبار بشيش. ميدبار بشيش يعني بالتحدث على الساعة السادسة. انا كام بقوم الصباح. اه Harmon hall hall داج وحب ان هااااااااا تبقىز اقول ملابس ملابس يبقى مخباص مخباصين يعني مخصولة هركبت اللي هو القطر يبقى اه 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 هي تكالكلا شوف معناها ايه اللي هي اتعطيت مرأوخة يعني القطر المتصلح يبقى في اسمه تكين هيبقى همتوكانت همتوكانت هي تكالكلا شوف معناها تم اه اه اللي هو عطلة تاني مرأوخة معاكية عندنا هاتويوت اللي هي الاخطاء هيبقى من خناتها ال معناها ايبقى الاخطاء مغفورة عايز اقول مغفورة يبقى ده في اسمه كبير يبقى مخوط برط فاسمه كبير يبقى مخوط برط من خناتها ايه اللي هي من كبر للاله او من كبر الرابع بعكية عندنا التضيبات الوزن الخامس هنعمل ايه بقول ابا الاب بيقول يعني ده في الماضي طبعا قال لك ايه بني لفين اخي اه شلتشوم معناها ابويا فرق بيني وبين اخويا فالاسمه فبقول ايه بقى ايه في الماضي هو ابا ده يعود عليه هو يبقى هو يبقى 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 بني لفين اخي شلتشوم بقى هكده ايه في اسمه ده جاش اكد هنا الشئيمة اه اه اللي هو معناها ان امي بتحب اوتي بتحبني مزمن من زمن فعايز اقولي بقى معناها تأكدتو او اكدتو ان امي بتحبني من زمن طب ليه هنا هتجاش تي ليه لان في كلمة اوتي هنا في هنا كلمة اوتي اللي انا بعلم عليها بعد كده عندنا اه هاخاخاميم اللي هو معناها الحكمات او اللي هو حاخامات بتاع اليهود يعني ايه في اسمه هدليك في اسمه هدليك في اسمه هدليك في بقى بيشعله هدليك ماشي هنروض اللي هو معناها البي انتشامع اللي هي في المعبت يفعل هدليك يبقى خاخاميم اللي هي هم يعني يبقى في الماضي يبقى هدليك و بعد كده هستودانت يوت ماشي هسافر ايه مش معناها الفعل اسمه دفاس معناها اللي هو الطبعه يبقى هستودانت يوت هد بي سو بعد كده عندنا اشتقد معناها اللي هي العام السابق برجه الكلام اللي هو التن يعني بقول التن ايه بقى قتي لجليداء اللي معناها ايه انتم عزمتم في اسمه زمان يرفض انه يفعيل بيبقى هزمين معناها عزمة بقى بقولهم انتو عزمتوني لجليداء اللي هي معناها على ايس كرين فبقولها ازاي اه التن هز من تن يعني في الماضي مع تن هز من تن يعني فعل تن بعد كده عندنا خفراي فخفراي هنا بيجي بعدها كلمة ال ايه ال دي هي تعتبر لا انها هي و دي بيجي بعدها دايما مستقبل بقول ال اي او تي التسكيرو او تي بيوم خطونة تي معناها انتو ما تذكرونيش بيوم زفافي فله اسكيم معناها زكرا او علنا بقول لهم انتو ما تفكرونيش بيوم زفافي اللي هو التسكيرو او تي بيوم خطونة تي هالتليفيزيا اللي هو التلفاز تليفزيون ماشي والفعل اسمه كراز وزن الفعيل بقى يخريز معناها يعلن فبقول ات دي فو اخ مخار يعني تعلن تقرير بكرة مخار ده مستقبل اللي بقى اي بقى تخريز تخريز لانتو فيزيا هي كلمة كلمة مفاضبة مع الناسة اللي هي هي تعتبر يا خي ده يعني بعد كده عندنا هاموراء اللي هي طبعا الكلمة ادي اه هي يعني موراء اللي هي المعلمة دي هي اتهي لدين بميخان هبا معناها الفعيل اسمه كتاب وفوزن الفعيل بقى هيختيف معناها هتملي اعايش هنا المعلمة دي هتملي الاطفال في الامتحان اللي جاي فهقولي بقى هتملي اقولها ازاي بقى تختيف تختيف اتهي لدين بميخان هبا بعد كنا بقى لخا قدشي تخزوه الينو ميات سفا احنا بقوله بفعل اسمه متان في وزن الفعيل ببقى همتين بنقوله يبقى نمتين لخا قدشي تخزوه الينو مخار يجي واحد يقولي طب احنا قلنا ليه نمتين لان احنا عندنا قلنا ايه بقى الينو يعني الينا احنا هننتظرك لحد ما ترجع الينا يبقى نو دي هنا تدل ان هنا فيه ضمير انو بعد كنا عندنا همارتسيم مارتسي اللي هو المحاضر فايه بقى اتهى الشعور هبا الفعل اسمه سافار في وزن الفعيل بقى هسبير فبقولي ان المارتسيم دول اللي هو المحاضرين هيعمله بقى يسبيرو سيشرحونا الدرس القادم هشعور هبا اللي هو ايه سيشرحونا عشان مارتسيم هي يعود على الضمير هم انا احنا قلنا بكى بيجي بعديه امر بقول انا ايه ودي بعد سمخة بقول انت ايه يعرفني بنفسك الفعل اسمه جدار في وزن الفعيل يبقى هكدير فبقول انا هكدير وطيب عط سمخة لان في عط سمخة انت فهنا طبعا الامر هيبقى مع انت فهيبقى هكدير وطيب عط سمخة عرفني بنفسك بعد كده انا انا نجحت ارس بقول لواحد الزين وميم والنون دول اللي هو معناها فعلا هزمين في وزن الفعيل بقول الواحد اللي هو اعزمني على الخمرة هزمين اوتي ليين معنى اعزمني على الخمرة شطرين بنادي على مين على الشرطة بقول لهم بقى يا شرطة فالاسمه اخنيس بقول لهم بقى هاخنيسوا قطار لطاميات دخلوها الزنزانة فورا اما يا امي نعم بناديلها بقى بقول لها ايه يعني اه اوصيلي على ايه الطرح لي يا فتاة اللي جاية تزوجها اللي بقول لها ايه الفال همليتس بقول همليتسي همليتسي ده فعل امر همليتسي ليه على الشرطة ليتخطين خلي بالكم انتو اللحظتو هنا الفال همليتس بقول لك انا بوصيلك على همليتس لي معناها هي وصيلي على كذا على الشرطة يعني معناها الشيء اللي انا هيتوصى به هو عل بيجيب حفجر عل و عندنا اللام بتيجي دايما مع الشخص نفسه بعد كذا عندنا معناها ايه يا سادة يا سيدات ايه بقى التن هنا يلدخن مسيخات ايه بقى بقول هلبيشوا اه او هلبيشنا اللي اتنين صح احنا قلنا ان ينفع التن بقول فارود ده اصلا معها التن وعندنا حتى يلدخن برضو التن ينفع اقول هلبيشوا معناها تلبسوا اولادكم كمامات اللي هي مسيخات اللي هي كمامات او ينفع اقول هلبيشنا برضو يلدخن مسيخات اللي بعضه عندنا تنيد همليت دايما المعلم انا بقى ات هشيقوريم عايز اسم الفاعل يبقى عندنا اللي بيحصل ايه بقى بيوسكل بيتقل ايه بقى مخبيد مخبيد معناها بيتقل الفاعل يخبيد معناها اه كفات معناها اللي هو بيبقى ديل وكده هخبيد معناها يتقل يعني يبقى مخبيد بيتقل بعد كده عندنا او بيصعب يعني هي ايه اللي بشيل بشيل اه اللي هي مخلطة معناها هي بطلت الفاعل بساك عايزنا في وزن الفاعل يبقى هنا مفسيكا مفسيكا لفاشيل معناها اه بتبطل ان هي تطبخ بسبب المخلطة اللي معناها بسبب المرض بتاعها اه بواتساب في الواتساب انو ايه هربي انو يبقى نحن مقليدين يعني بنكتب على الكبود او بنكتب دايما بالكبود ده هربي كاسيان ايه دي راه اللي هي الشقة هين اللي هو معناها الشقة دي اللي هي ده ده المفعول يعتبر الشقة دي هين ايه لي بخد اه بخد الشيم اللي هي معناها شهريا بخد الشيم اللي هي معناها الشقة اجروها لي اه شهريا يبقى هنا بقى هنا بيأجروها لشهريا يبقى هنا اصلا يعود على الضمير هين فيبقى ماس كيروت ها كورونا اللي هي الضمير كورونا اطهاعلام كرجع. معنى هيبقى مشميدة. لانه هي مخلوقت. يبقى مشميدة. اطهاعولام. كرجع.؟. معنى هي بتضمر العالم الان بفعال الهي شميد. ووزن الفعيل يبقى مشميدة. وكريجع اصنع معنى الان. هل هي عبليكاتسي. العبليكيشان. ابقى ميقود يفى. الوه جميل جدا. ده جميل جدا. الوهي التوبيد ده جميل جدا بحالها. توحنها الوزن الفعيل هوتقان حيفander احد همود كه democratها. بعد كدا عندنا للموت بشفيلها مفخان. بفعل اسمه ملاتس. يبقى عايزة اقول ايه بقى اه اللي هو اه لا من الافضل او من الموصة به. يبقى هنا مملاتس للموت. الوزن اسمه مفعول فهو مملاتس. ودايما بيجي مع الموت فضو مذكرة ليه لان ما فيش هنا مفعول ما فيش هنا حاجة مفعول معين او حاجة معين احنا نتأكد عليها. فيبقى مملاتس للموت بشفيلها مفخان. ها امانين. امانين معناها الفنانين. ماشي. هنا بكرف اللي بكرف عام. بين الشعب. تمام? الفعل اسمه هجدير. فعايزة اقول لهم معروفين. يبقى مجدارين. لان هنا يعتبر هم. هيبقى بما اسمها فول هيبقى مجدارين. بعد كده عندنا هميس مخيم. اللي معناها المستندات. وده طبعا يعود عليهم الضمير هم. الفعل طبعا ده هيبقى مبني مجهول. فهيبقى مدبسين بسيطريا. بقى كده عندنا هاخدها شوط لالاخبار. طبعا اه اه طبعا هي دي كلمة مفاضلة جامع المؤنس. فهتبقى اخدها شوط بتليفيزيا. اه هين طبعا هيبقى اخدها شوط مخزور بتليفيزيا. اما اتصال. طبعا احنا احنا مغماضين وقلنا قبل كده ان لما بيجي فعل مصرف بيجي بعد طول بعدين فعل مصدر لامي بقى هين اتصالها فديد بين اخي. بين اخواتي. معاكنا هي خاخام. اللي معناها الحكيم. امور. ايه بقى انه برضو مفروض. ايه بقى لها ديك. اترانير. شباط معناي رشال الشامعة في السبت. نا من فضلك. طبعا مصدر لامل يا سكيرو تيبش مخال. اه اه زكرني باسمك. طبعا ده برضو اه اه فعل فعل مصرف. فهقول ساعتها لهدكين ابليكاتسيا خدشها معناها ان انا انزل او احمل ابليكاتسيا اللي هو ابليكيشن او اللي هو التطبيق ده جديد. ببقى شام معناها من فضلك ايه بقى لهدجيش دي الهدجدوجة زيه معناها لو سمحت اكد لي على القاعدة النحوية دي. بعد كده عندنا يش ليه عندنا فعل هزمين. بقول يش لي هزمنا اه? لدي ارضى لدي طلب. ولم احصل عليه. بعد كده عندنا فعل كباس. اللي هو اه كناس اصلي اه بعد كده عندنا فعل كناس. في وزن افعيل. فهيبقى هيخنيس. فهقول هنا اه اللي هي هاخنصة هالقميت. اللي معناها الدخل القومي مقود خشوفاء. معناها اه اللي هو مهم جدا. بعد كده في وزن افعيل بيبقى هيخريز. معناها اعلنة. اه يبقى هاخرزو باديفيزيال لون خنوط لاني النخو النخو نوت هي مفروض جمع مؤنس فهحط ساعتها هاخرزو تمام? بعد كده عندنا مصراد. مصراد هنا اللي هو الوزارة. ماشي او اللي هي هنا مصراد ايه? تميد مشاكر دايما بيكتب. تمام? يبقى هندنا مصراد. فيه فعل اسمه هسبير. اه سفار هيحطه في هسبير. فيبقى هاسبرا يبقى مصراد هاسبرا. مزارة الاعلام. تميد مشاكر دايما بيكتب. الكاخة ايه? شريب بشبوع بقى. فعل اسمه هفسيك. يوقف يعني. هفسقاء اللي هي معناها ايه اجازة. بقول الكاخة هفسقاء. هاخد الهفسقاء اللي معناها الاجازة او بيك ده. شريب بشبوع بقى في الاسبوع القادم. في وزن بقى السادس ده المبني المبني الخاص بالمبني المعلوم له هفيل. بقوله فعل. فنقوم هنسي. معناها الخطاب الرئيس. اه الفيل اسمه هخريز برضو بس بقى اوازن انه فعل. الخطاب الرئيس ده اصلا يعتبر هو. لان هو النقوم ده اصلا هو. فهيبقى هخرز هايوم با تليفزيزيا تم الاعلان عنهم فيه التليفزيون. هيل ده. معناه الطفلة اتباهية. تمام? علي دي ايه ما شلاه. الفيل اسمه لاباش في هلبيش بهول بشاة. معناها تم اغذائها وتم تلبسها. هول بشاة. علي دي ايه ما شلاه بفيل اسمه هلبيش. بعد كده عندنا اه اه ايه لاجلي ده. اه خاموتي. فقول انها اه 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 تعزمت على ايس كريم اللي هو الجيلاتي يعني. عبرها سلطة حماتي. فعايز اقول ايه? هقول هزمانتي في الهزمين. اللي هو زماندة في هزمين هيبقى هزمانتي تم دعائي او تم دعوتي او اه اتعزمت يعني على الجيلاتي بسبب من اجل اللي هو عن طيحة ماتي. بعد كده عندنا ها كنيسية اللي هي الكنيسة بيشل هيت باردسوت. الفيل اسمه شمات وزني. فعايز اقول ان الكنيسة تم تدميرها. يبقى هوش مضاء. تم تدميرها. بعد كده عندنا ها تخناه. قلنا تخناه اللي هو الابليكيشن اللي هو الطبيق. فايه دخل انترنت ايمش. معناها اللي هو ايه? عن طريق انترنت بالامس. عايز اقول تم تحميله. فهقولي بقى ها تخناه عشان هي مفرد مؤنس يبقى تم تحميلها. بقى مفخانها بقى. يبقى احنا عايزين مستقبل. هيلدين يبقى ايه بقى يخطفوه على اليادي لان فعل اسمه يخطيف بس هنا علشان مستقبل علشان ايه بقى مفخانها بقى. اللي هو اذا هام ابقى يديخ خممشال. معناها ايه? اه الفعل اسمه مراد. ويديخ خممشال معناها سيطيح بالحكومة. فابقولك ايه? ام يمرادها ام لو تمت قصارة الشعب سيطيح بالحكومة. ام يمرادها ام فليه ميد هيبقى وزنه فعلي فام يمرادها ام يديخ خممشال معناها ايه? سيطيح بالحكومة. هالتلميذوت اللي هو الطالبات. عامره يبقى طبعا هنا بعد بوكتر. الفصل بعد بوكتر. يبقى عندنا فليه يخنيس. فوزنه وفعليه. فهو خنس. فهتبقى آآ تلميذوت يبقى تخنسنا. آآ مع وزنه وفعليه. بعد كده عندنا كولدفار. طبعا كولدفار بيدل على الضمير هو. هو كولدفار هنا بيعود عليه الضمير هو دايما. بعد كده يراشم بمخشيف. معناها سيتم تسجيله في في الحاسوب او في الكمبيوتر. يخلط في آآ يرشام بمخشيف معناها بيتكتب ويتسجل في الكمبيوتر. بعد كده عندنا هسخياط معناها الحكوك. ايه؟ بيشيل هارودانوت. الفعل اسمه بسك. وزن آآ الفعيل ويفسيك معناها التوقفة. بعد كده هو فعل اللي هفسك. فهقول ايه هسخياط. معناها سيتم ايقاف الحكوك ليه بقى بيشيل هارودانوت بسبب الظلم. بعد كده عندنا من الافضل قول الحقيقة اللي هي ايه بقى هنا بقى الفعل اسمه همليت بس بوزنه فعال بيبقى موملاتس. هوملاتس يعني من الافضل. زي ايه؟ امور من المفهود وهكذا تحبيب معاني حنا نستخدم بيبقى موملاتس. اللي هتجيدي تايميل. طب ليه انت قلتلي في المفرد المذكر لان ما فيش اي ضمير بنعود عليه هنا. بعد كده هنرود باميك داش بشابت. معناها الشمع في المعبد يوم السابتي. بقى عندنا اسمه هيدلي. يبقى مطلق. ونرود طبعا هي الكلمة آآ آآ جامع مذكر بس هي اصلا هي جامعها مؤنس بس هي المفردها مذكر فهتبقى هتعمل كأنها الجامع مذكر عادي فهتبقى هنرود مطلقين. بعد كده عندنا التاميض اوهيف هسفريم. انا دايما احب الكتب. يبقى هنا دفاس هتبقى همود باسيم. اللي هو المطبوعة. هدوجمانيت معناها ال الست الخاصة اللي هي عريضة الازياء هزور. هزير عريضة الازياء. الفعل اسمه هجدير يبقى عندنا بقى ايه تبقى مجدرت يعني ايه يعني معروفة بكرب عم بين الشعب. هي هي ايه بقى اه لكل نوع لكل نوع اليوم معناها ليلة سينما اليوم. يبقى عندنا مزمينة يعني تمت دعوتها. مزمينة يعني تمت دعوتها. بعد كنت اخد وزن اه هتبقى عيل عندنا بنقول ايه شهايتي بمسخاك لما كنت في في اللعبة اللي حصل ايه بقى الفعل اسمه او هتنف فعل اسمه هتنف يعني 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 التلوسة. هتنف هتبعيل. اه دي حالة شازة من هتبعيل. فقول هتنف هيبقى بجضايا. دي جامعة مزكر فهتبقى هتنفو يعني تمت تلويس ملابسي. يبقى هتنفو. بتقوم فجأة هتلميضها. التلميزة. الفعل اسمه ثماني. بقى هتنفين. اللي معناها اختفى. عندنا هتنفين معناها اختفى. بعد كده مهر خوفي. بقى هنا هتنفى. يعني تم اختفاقها في الشارع. بعد كده عندنا هنسي اللي هو الرئيس. ماشي. ايه مي. تفكدو. اخرى هتدخطو. معناها الفعل اسمه هستليك. هستليك معناها الفعل ابقى ゲجش. معناها تأثرتو. فانا عايزة اقول مي. عشان. اهوفاتي دي يعني انا يبقى عندنا هيت رجاشتي معناها اه اللي هو معناها تأثرته بموت اهوفاتي اللي هي بموت حبيبتي اللي هي الغالية. بعد كده عندنا برضو ماضي برضو الفعل اسمه مخار ففي وزن هيت بعيل ببقى هيتمكر معناها اللي هو هيتمكر لساميل اللي هي اصلا ده تعبيل معناه اه الشخص اللي هو اه ادمن المخضرات هيتمكر ليه معناها يدمن حاجة يعني فا اه بقول اي بقى هيتمكر اه الفعل هيتمكر لساميل بقى كده بلو يخول لهيتمو ديت اي بقى هنا هيتمكرتي لساميل معناها اه معناها اه اللي هو اه 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 ادمنت المخضرات ولم استطيع ان اه اللي هو اتعافى او اتنافس يعني هنا بعد كده سابا اللي هو جدي ماشي هنا بقى في المستقبل بقول بيعود ايسر شانيم بفاعس موزيكين فبقول الفعل اللي هيسمو زكيين فوازن اهي بنبعني ببيس دربكان معناها هيكبر يعني ببيس دربكان اللي هو سيكبر بعود ايسر شانيم بعد عشر سنواتอย毋 ايه موزيكين يعني لو انت ساقة اه رؤيتك او ايه يعني ايه موزيك هرقيا باس موزيك يعني ما انه مشINDISTINCT موزيك Eigen مش وزيك يشتبك يعني انه ان بديك تشويش في الرؤية لتخل لنهج لان تستطيع ان توosure او انتقود يعني. بعد كده عندنا ان الام دي بيجي العادية مستقبل على طول. بعد كده هيوم انو. اليوم نحن ايه? اللي معنى هاختوناه. الفئة اسمه كشير. هيك كشير معناها ستتصل بتقول لايك اناخنو انو نتكشير لايك هنتصل بيكي علشان اه اه لمعن اه هاختوناه علشان الزوج. بعد كده عندنا هايم اتم ذاك دي اللي هفوض عليناه يعني لكي تلعبوا علينا وهل انتم هناك دي كي يتلعبوا علينا. فلا باش في يتلبش. يبقى اه احطوا في المستوى اللي يبقى تتلبشوه. هايم اتم تتلبشوه. هل ستتدون جيدا للافوض عليناه عشان تلعبوا عليناه انتم الاخ هتلصموا علينا يعني ده معنى. بعد كده عندنا همخنيات اللي هي معناها صيارات. بعد كده عندنا اه بس بس بسدنة همخناي. سدنة اللي هي معناها الورشة. والفعل اسمه التكين. فتبقى الهمخنيات تتبقى الوزنة في المستوى بقى تتبقى علنا. ليه? عشان عايزنا في المستوى مع ايه بسدنة همخناي. ليه معناها في ورشة الميكانيات. همخنيات هي اطرقني. ابتعد عني. هستلكمي مني. انا اللي هو يا ليتا. هنا بيجب بعديها على طول ليتا او ارجوكا. ماشي? هنا الايون يعني اللي هو مقابلة العمل هعفو ده شلاخ. شلاخ اللي هو معناها مقابلة العمل الخاصة بكي. هنا بقى الفعل اسمه سدري. بقى بقول ايه? معناها ايه? اجهزي او استعدي. سافداني. واحدة بتندي على سافداني بقتم. ماشي? هنا لفني شتريفو. يبقى الفعل اسمه باشار في وزن هيت باعل ببقى هيت باشير. هيت باشير معناها التفاهم. بقول لهم هيت باشو لفني شتريفو. معناها ايه? فكروا كده بصد انوا كده تفاهموا كده قبل ما اتعاركوا. الخير دون اتنين مؤنس. اتنين ستات اه يعود عليهم التن. معناها اليا في المسائل. الفعل اسمه هيت كشير. هيت كشير. اه اللي هو معناها يتصل. يبقى بقول لهم يبقى هيت كشو او هيت كشيرنا. الاتنين صح. ايه اه واحد اسمه بقول انا اللي هو من فضلك يعني يبقى بشلخ معناها واصل صوتك. يبقى معناها تصور سيلفي. ماشي. صور نفسك. وبعط لي صوتك. ايه بنسي اه لو. هنا بقى. هنا بقى عايزين اه اللي هو اسمه فعل. بقول ايه? الفعل اسمه مش التف. وازن هيت بقى عاني بقى مش تطف. اه 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 ات مش تطف البنسي اه ولو بقول لها هل انت مش طيكة في الرحلة ولا لأ. هو ايه ما هاتر بشلها الصفة. الفعل اسمه سيليك بقى هو مستلق ما هاتر بشلها الصفة. اللي هو اسم فعل معه هو بقى مستلق. بعد كده عندنا مي شي من الذي او الذي يعني ايه متياباش? يبقى الفعل اسمه بياش. يبقى هنا اه 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 هيت بايش. يبقى ميش مت بايش. ميت ياباش ده معناها اللي بي يفجل بخافه او اللي اختش رماتوا. بعد كده عندنا هبانوت ايه بشلها من الخمط. الفعل اسمه هيت راجاش يبقى اه 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 يبقى هنا عايز نفعل يعني بقى ميت راجشوت. بعد كده يشيلها من خمط يعني يتقصروا بسبب الحرب يعني. بعد كده عندنا نخنق واتساب كايد. احنا بنكتب يعني هنا بنتراصل في الواتساب دلوقتي معناه ميت كاتفوت واتساب في الواتساب الان. بعد كده هو امور طبعا قلنا امور ده فاعل متصرف يبقى قابله على طول بعد وعطول هيكون اه في مصدر لامي فيبقى هو امور لهيزدكين باورشن طايم معنا هو اوه مفروض حيجبها حيشير في خلال اه اه اخام في خلال سنتين. انا واصدقائي يبقى راتسينو هيجي برضو بعدها مصدر لامي ده يتستلم اشتركات اللي هو اردنا ان نتصور اه يعني سلفي والسنة اللي فات. هنا بقى هيلده وهيبت يعني الفتاة تحب ان تتحسن في لغتها. هيلده وهيبت ايه بصفتها اه هنا اللي هيش تبير اللي هي معناها ان تتحسن. اللي هيش تبير بصفتها في لغتها. اسرائيل قالوا لا. اسرائيل يعني يمكن. ايبقى طب يجيب بعدها حاجة سلبي يعني. الهاولامي. فالاسمه هيت جبير بتبقى لهيت جبير الهاولامي. لهيت جبير معناها ان تنتصر على العالم. كلانه يبقى مكافيم. كلنا من نتمنى. برضو راح يجيب بعدها مصدر لامي. يبقى الهيت تقبل بعفوضها لانه هو ان يتم مقبولنا في العمل. زوية هزيه. هنا بقى عايزين من اول هنا حد الاخر اسمه مشتقفة. زوية. الفعل اسمه الزمان. في وزن هيت بقى بقى هز دمين. في وزن هيت بعروتي بقى هز دامنوت. هز دامنوت اصلا معناها فرصة. فبيقول هزيه فرصة جميلة اللي فقولها ده موبات لكل واحد شغال. هي اه بقى كده هنا بقى سدير في هز ترد بقى هز تردود هز تردود معناها اللي هو الترتيب يعني. بقى هنا بقى هو بس هز تردود برضو بتيجي بمعنى من محكمة اللي هي الدينية. بيقول لك هز تردود اللي هو محكمة الدينية هي بيتها مش بقى البطيل اللي هو معناها من محكمة الدينية اللي هي بتاعتنا يعني. بقى كده عندنا بقى اه بقى اه بقى معناها هنا بمسبا فعايز اقول مشاركته بمسبا في الحفل او في اه اللي هو في الحفل ده حصل ايه بقى يعني اه اللي هو معناها في المؤتمد ده عمل ايه ضغط اه مستقبله وعلى فكة بمسبا هنا معناها اه مش حزب هي معناها حفل او مؤتمد باقينا هنا لساميم هنا مزيكا لنوعا او عايز اقول ههيت مكوت معناها اللي هو ههيت مكوت لساميم معناها اللي هو ادمان المخدرات مزيكا لنوعا معناها بالضغط الشباب. معكنا ايش دي الان اللي دي ايه هاخي خاشوفا يفاس مكشف هيت كاشفوط معناها اللي ايه اتصال مهم هاخي خاشوفا يعني اتصال مهم جدا وكده خلصنا يا شباب من حضرة الابعة واللقاء في حضرة القادمة ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير علشان يصلكم كل ما هو جديد وسلام عليكم.